في إطار مشروع التعليم والمواكبة عن بوك مجموعة مدارس نخبة طيبة تكثف الجهود وتدورهن إشارتكم جنع الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه العملية الجديدة كل الشكر والإمتنان إذن للفريق التربوي والفريق الإداري والشكر موصول كذلك لتلامذة الأعزاء وآبائهم المحترمين على تفاهمهم، التزامهم وكذا مشاركتهم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي التلاميذ مجددا عبر المنصة التربوية لمؤسسة نخبة طيبة هذه الحصات تخص تلاميذ المستوى السادس في مكون الشكل والتطبيقات الكتابية الأسبوع الأول من الوحدة الثامنة الكتاب المدرسي صفحة 216 إذن في هذه الحصة هي مقسمة إلى حصتين الحصة الأولى تهم الشكل والفهم والحصة الثانية تهم تطبيقات الكتابية ونبدأ بشكل النص المطلوب هو شكل فقرة الثانية لكن سأقرأ النص بأكمله العقل خير قرين والأدب خير ميراث والتوفيق خير قائد والعقل عقلاني عقل تفرد الله بصنعه وعقل يستفيده المرء بأدبه وتجربته ولا سبيل إلى العقل المستفادي إلا بصحة العقل المركب فإذا اجتمع في الجسد قوى كل واحد منهما صاحبه تقوية النار في الظلمة نور البصر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مروءة الرجل عقله وشرفه حاله النص لأبو علي القالي من كتاب الأمال بتصرف إذن بعد ضبط النص بالشكل وقراءته ننتقل إلى معالجة أنشطة الفهم أولا أنقل الفقرة الثانية من النص ثم أضبطها بالشكل التام وهو ما سبق أن قمنا به يمكنكم أعزائي أن توقفوا الشريط وتقومون بتصحيح وضبط الشكل ثانيا أشرح كلمة قرين طبعا أعزائي تائما أذكركم عند شرح المفردات أو معانيها أعود إلى قراءتها في سياق النص أو في سياق الجملة لا يمكن أن أحدد معنى كلمة دون قراءتها وسط الجملة فكلمة قرين حسب النص هي إما رفيق أو ملازم وكلمة تفرد بالعودة إلى النص تعني إختصى وكلمة السبيل حسب النص تعني الطريق أو الوسيلة ثالثا أحدد ضد الكلمات الصحة حسب النص فهي العلة اجتمعا تفرقا انتبه هنا خطأ مطبعي تفرقا دائما لدي هنا الفعل ماض مع الضمير ضمير الغائب المثنهما دائما أجيبه بنفس الجواب بضمير أو فعل ماض بضمير الغائب هما فنقول تفرقا قوى ضحف نور ظلمة ثالثا أجيب عنوان النص هو العقل البشري لأن النص منذ البداية يحدد مواصفات العقل البشري أو ما سماه بالعقل المركب لماذا؟ العقل المركب هو العقل المستفاد من التجربة ومن التربية والشرف ومجموعة من المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان لكي يصبح عقله مركبا ثانيا يصير العقل مصدر قوة عندما يصاحبه الأدب والتجربة وهذا هو ما جاء في النص وسمي بالعقل المركب إذن الأدب يعني التربية والتجربة السؤال الموالي أو الجواب الموالي كان الخليفة عمر بن الخطاب ينظر إلى العقل على أنه مروءة الرجل وشرفه المطلوب أو السؤال كيف كان الخليفة عمر ينظر إلى العقل إذن حسب النص فالخليفة عمر يقول بأن العقل هو مروءة الرجل وشرفه إذن ننتقل إلى الحصة الثانية هي حصة تطبيقات الكتابية وتتضمن مكون تراكيب أستخرج من النص جملة اسمية وأدخل عليها مرة ناسخا فعليا وأخرى ناسخا حرفيا إذن هنا دائما أعزائي أتذكر النواسخ الفعلية والحرفية التي تدخل على الجملة الإسمية فبالنسبة للنواسخ الفعلية قلنا والناسخ الفعلي يدخل على الجملة الفعلية فيرفع المبتدأ وينصب الخبر ومن النواسخ الفعلية نتذكر كان أصبح ليس ظل بات ما زال ما برح منفك أما بالنسبة للنواسخ الحرفية أعزائي تتذكرون أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر وهي عكس النواسخ الفعلية ومن النواسخ الحرفية إن أن كأن لكن ليت لعل وهي دائما حروف إذن أعود إلى المطلوب دائما أركز في المطلوب أن أستخرج جملة اسمية وهنا أول جملة في النص هي العقل خير قرين العقل هو مبتدأ مرفوح خير خبر أيضا مرفوح وهو مضاف قرين مضاف إليه إذن سندخل على هذه الجملة ناسخا فعليا كان العقل خير قرين ثم أدخل عليها لاسخا حرفيا إن العقل خير قرين ننتقل إلى السؤال الثاني أبني الجمل الآتية للمجهول لدينا جملة عقل تفرد الله بصنعه إذن الفعل في الجملة هو تفرد وهو فعل ماض دائما أتذكر أيضا كيف يبنى الفعل الماض للمجهول نعم وذلك بضم أوله وكسر ما قبل آخره فنقول عقل تفرد بصنعه تفرد بصنعه إذن هنا نحدف الفاعل وينوب عنه المفعول به الجملة الثانية عقل يستفيده المرء بأدبه وتجربته والتحويل إلى المجهول إذن هنا نلاحظ أن الفعل مضارع وذائما نتذكر قاعدة تحويل الفعل مضارع إلى المجهول وذلك بضم أوله وفتح ما قبل آخره فنقول عقل يستفاد بالأدب والتجربة حقل يستفاد بالأدب والتجربة الجملة الثالثة قوى كل واحد صاحبه إذن فعل قوى هو فعل ماض نحوله إلى المجهول فنقول قوية كل واحد قوية كل واحد ننتقل إلى السؤال الثالث في مكون تراكيب وهو الإعلام ما تحته خط في النص وبالعودة إلى النص نجد أن كلمة عقلاني جاءت خبرا مرفوع وعلامة رفعه عفو ليست الضم وإنما ألف الاثنين لأنه مثنى علامة رفع الخبر هو ألف الاثنين لأنه مثنى الكلمة الثانية المركب العقل المركب فكلمة المركب جاءت هنا نعتا تابعا لمنعوته في الجر الكلمة الثالثة تقوية جاءت هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة ننتقل إلى مكون الصرف والتحويل دائما في إطار تطبيقات الكتابية السؤال الأول استخرج ما ورد في النص من أسماء المفعول وأدرجها في الجدول إذن هنا أتذكر اسم المفعول وصياغته إذن هو اسم يشتق من الفعل وسبق وأن تعرفنا على صياغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه يعني نحوله إلى المضارعي مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر فنجد كلمة المركب على وزن المفعال من فعل ركب وزنه فعلا الكلمة الثانية أو اسم المفعول الثاني المستفاد وزنه المستفعل من فعل استفاد على وزن استفعلا هناك اسمي مفعول في النص ثانيا عفوا أذكر ما ورد في النص من أفعال غير ثلاثية وأحدد مصادرها هنا أعود لأتذكر المصدر وصياغته وهو أيضا اسم مشتق المصدر أيضا هو من المشتقات مثله مثل اسم المفعول إذن بالعودة إلى النص نجد فعل تفرد فعل غير ثلاثي مصدره تفرد على وزن تفعلا تفعلا يستفيد استفادة يستفيد استفادة ثم اجتمع اجتماع على وزن افتعلا افتعال وهكذا اعزائينا نكون قد انهينا حصة التصحيح اشكركم جزيل الشكر على حسن تتبعكم واتباهكم واتمنى ان تعودوا الى متابعة الشريط ومراجعة الدروس الموجودة فيه وإلى حصة لاحقة بإذن الله اشتركوا في القناة